وينضم إلينا من واشنطن الدكتور محمد جواد القريشي نائب السفير العراقي دكتور محمد أهلا بك معنا دكتور محمد في البداية أود أن أسألك عن أبرز الجهود التي بذلتها السفارة العراقية لمساعدة من صدرت بحقهم أوامر الترحيل القضائية بداية شكرا جزيلا على هذه الاستضافة أحب أن أؤكد بأن وزارة الخارجية العراقية والسفارة هي على التواصل المستمر مع الجهات الأمريكية وعلى المستويات لمتابعة هذه المسألة المؤسفة لأخواننا العراقيين هنا في الولايات المتحدة لاحظي هناك مثل ما تفضلتين هناك أوامر قضائية صدرت بحقها أولايا العراقيين وأنت تعلمون أن القضاء كيف يعمل في الولايات المتحدة حاليا نحن مع التواصل في وزارة الخارجية ومع الجهات المنفذة لهذه الأوامر القضائية وهي وزارة الأمن الداخلية الأمريكية القضية هي تابعة للقضاء ولا أحد يقدر يتدخل فيها مع ذلك نحاول ونبدل كل جهودنا مع وزارة الخارجية الأمريكية لإيقاف تنفيذ هذه والسماح لهؤلاء العراقيين باللجوء إلى القضاء مرة أخرى لأنه حقيقة هذه قضايا قديمة وليست قضايا جديدة هذه قضايا قديمة حاليا قسب من أدها أكثر من عشر سنوات وأحب أن أؤكد بأنه كل هاولاء العراقيين إذن لماذا تم إعادة فتح هذه الملفات الآن دكتور محمد؟ لحظي هناك الإدارة الأمريكية الجديدة معروفة هناك عود انتخابية وإدارة أمريكية جديدة هذه الشغلة هي قديمة هي مو شغلة جديدة هي مو وليدة اليوم هذه الشغلة قديمة نحن كنا نتابعها مع الجهات الأمريكية منذ أكثر من سنتين ونصف ولكن الإدارة السابقة لم تكن تنفذ هذه القرارات حاليا الإدارة جديدة لها تتعاطى مع هذه المسألة بشكل مختلف مثل ما تفضلتي هؤلاء العراقيين أحب أن أؤكد هؤلاء العراقيين هما لا زالوا مواطنين عراقيين لأنهم لم يحصلوا على الجنسية أمريكية ولم يحصلوا حتى على البطاقة الخضراء والغريفار أنتم دكتور محمد لو تسمح لي طلبتم من هؤلاء الصادر بحقهم هذه الأوامر القضائية بالترحيل أتوجه إلى القضاء أنتم كسفارة هل اتجهتم أو وكلتم مكتب للمحامة مثلا لدفاع عن هؤلاء المواطنين بالمواطنين بالدرجة الأولى والأخيرة هم عراقيون بالتأكيد لا السفارة لم يمن صلاحياتها هذه قضايا الشخصية نحن كسفارة أو كوزارة خالجين نتعامل أكو قانون دولي نتعامل من ضمنه نحن لا يمكننا كسفارة أن نوكل محامي للدفاع عن شخص الذي خرق قوانين الهجرة أو خرق القوانين مثل ما تفضلتي هناك جنح وجرائم قاموا بها هؤلاء العراقيين مع الأسف نحن نحاول كل جهدنا نحاول نبذل جهدنا ليقاف تنفيذ هذه العوامر والسماح لهؤلاء العراقيين باللجوء إلى القضاء مرة أخرى وعرض الجانب الإنساني من هذه القضايا ماذا عن عائلاتهم بما أنك تتحدث عن الجانب الإنساني هل من المعقول أن هؤلاء المواطنين سيرحلون فيما لو لديهم عائلات أكو قسم منهم في 20 و40 سنة موجودين بالولايات المتحدة أكيد عندهم عوائل صحيح هذا الإشكال مع الجانب الأمريكي الذي جاء النقش هذه العوائل التي ستركون أولادهم وزوجاتهم هناك يسفرهم للعراق هذا الجانب اللجوء إلى القضاء قد يعيد النظر في بعض هذه القضايا على حد المعلومات المتوفرة لديكم دكتور محمد ما هي دقة التهم الموجهة للمراد ترحيلهم هناك تهم بالاغتصاب والاتجار بالمخدرات وغيرها الكثير من أتهم هذه تهم كلها صحيحة على حد علمك طيب أنا قبل شهرين من الآن التقيت مع ثمانية التي حضرت تفضلتي وخبرت عنهم بداية النشرة التقيت مع هؤلاء الثمانية بس من عندهم حقيقة عندهم يعني مثلا بعض الأخوان كانت عندهم حياز السلاح غير مرخص لبعض الآخر كانوا فعلا في تهم مخدرات عليهم يعني إحنا الجانب الأمريكي ما يعرض علينا ما يعرض علينا التهم الموجهة لهم بصورة عامة هي هذه التهم الموجهة يعني الجانب الأمريكي يعطينا فقط الأسماء أو يعطينا فقط العدد مالتهم ولا يعطينا الملفات مالتهم بس هي هذه التهم صورة عامة هي هذه التهم الموجهة لهم نعم دكتور محمد العلاقة مع صفقة رفع العراق من قائمة البلدان التي يفعى إليها رئيس الأمريكي ترامب مع علاقتها مع منع القادمين منها طبعا من دخول الولايات المتحدة كيف يرتبط هذا الموضوع ارتباط شامل وكامل بموضوع هذا الترحيل وكيف سيؤثر على السياسة الأمريكية العراقية مستقبل لاحظي مع الأسف هنا تتاولت وسائل الإعلام بأن العراق وقع صفقة مع الجانب الأمريكي ومذكر التفاهم بعد لم تكن هكذا صفقة ولم توقع هكذا صفقة وأشار الإعلام بأنه خلال زيارة رئيس الوزراء من إجراء رئيس الوزراء هنا لولايات المتحدة كان العراق أساسا مرفوع اسمه من قائمة الحضر وحاليا نرجع بعد موضوع ثاني الذي هو أساسا الحضر حاليا هو موقف فهذه ما لها علاقة لا توجد صفقة ولا توجد هذه هي إجراءات أمريكية داخلية شأن سيادي أمريكي فما يحتاج جانب الأمريكي ما يحتاج جانب الأمريكي إذا يريد أن نفذ الأوامر القضائية ما يحتاج جانب الأمريكي لأبرام صفقة مع العراق واضح كنت معنا من واشنطن الدكتور محمد جواد القريشي نائب السفير العراقي شكرا جزيلا لك على هذه المعلومات ما يتوكي